بسم الله الرحمن الرحيم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله من الناس أمثالهم فإذا نقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتمهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما خداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبلوا بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويذبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دموا الله عليهم وللكافرين أنثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يذخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعاب والنار مسوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بيلة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من حمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقه ماء الحميلا فقطع أمعاءهم ومن من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدوا وآتاهم تقواهم فهل ينبون إلا الساعة أن تأتيهم دغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثوا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم برم ورأيت الذين في قلوبهم برم ينبون إليك نظر المرشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معه فإذا أعدم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتزبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين اغتدوا على أذبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين فرهوا ما هزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا لقوانهم فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مروا أن لن يخرج الله أبوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وسأخبر وسولا بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلمون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحالة الدنيا لعلو ولهم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإنهم تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم